طيب عايز بقى أرجع تاني مع نيافتك لنقطة الأزهر وإنه فتوى الأزهر كانت بمثابة ورقة رحمة أعادت الحياة مرة تانية ويمكن نيافتك في بداية الكلام اتكلمت عن الرحمة موقف الأزهر موقف مهم جداً في وقت صعب نيافتك بتشوفه إزاي هو الحقيقة أنا عايز بس بالنسبة لفتوى الأزهر الشريف عايز نقول رحمة وعدل لأنهم حكموا بما تحكم به الشريعة الإسلامية العادلة اللي مليانة رحمة وسلم وحب وتقدير للموقف فهو ده مظاهر فتوى الأزهر وأنا أحب دائماً أقرأ فتاوي الأزهر علشان أعرف الأسس العامة للأصول في جميع المجالات يعني ببقى معجب جداً أن فتاوي الأزهر بتطلع في جميع المجالات وبعدين بحس فيها بالحكمة والعقلانية والالتزام برضو بالنصوص وبالشرع فالحقيقة يعني أنا بأسني عليهم وبأشكرهم على مجهودهم الرائع مش لأجل شنودة بس لأجل كل الناس في مصر يعني أسئلة بتجيلهم وأنقذوا أم وأنقذهم لهذه الأم وبعدين الحكمة اللي بتقول لهذه الأم تعبت وشئت واستلامته وما فيش ظهور للأم الحقيقية وللأب الحقيقي وبعدين قعد خمس سنين دلوقتي يعني مش معقول طبعاً مع الأحداث كمان كلها اللي مرنا بها يعني مع الأحداث والكلام ما فيش حاجة خالص والرأي العام دخل والناس تكلموا والحوار يعني أنا بقول أن موضوع شنودة ده أخذ أكبر فترة من الحوار المجتمعي